السلام عليكم ورحمة الله نواصل التيتوريال شابتر 5 external force confection sample problem 5 1 flow of hot oil over a flat plate هنا عندنا flat plate temperature تبع السيرفز تبعها هنا 20 الطول تبعها 5 متر في عليها flow flow oil درجة حرارته 60 أكبر من درجة حرارته السيرفز تبع البلايت والسرعة تبعه 2 متر طبعا أكيد حيحصل انتقال حرارة من الأسخن إلى الأبرد من الأويل إلى بلايت ممكن نقول كمان أن البلايت ستبرد الأويل الموجود هنا determine the total drag force and rate of heat transfer pair unit width length of the entire plate ماذا معنى هذا الكلام؟ البلايت هذه لها عرض صح؟ لها عرض هنا هذا العرض سنسميه L لنفترض في هذه الحالة مثلاً نساوي 1 متر نعطيه rate of heat transfer pair unit length أولاً في هذه الحالة سنأخذ اللي هي temperature اللي نأخذ عندها properties تبع الأويل هذا فما نقدر نأخذ درجة حرارة 60 فقط لها نأخذ اللي هي film temperature اللي هي average بين 2 يعني 20 مع 60 يعطينا درجة حرارة 40 نروح للتابل A4 اللي هي properties of engine oil يطلع عندنا density thermal conductivity على البرانتل ونأخذ منه كمان اللي هي dynamic viscosity كإنماتك الاناليزيس لاحظ أنه قلنا أن الطول اللي بلايت تنويش أنه خمسة متر The Reynolds number at the end of the plate is Reynolds مضروبه في characteristic length هنا عندنا اللي هو طول اللي بلايت لأنه نحن نتكلم عن flat بلايت فلايت عندنا هنا ونقسم على كإنماتك جسكوز T يعطينا أربعة عشرة قوة أربعة فاصل ثلاثنش عشرة قوة أربعة نعرف أنه في حالة الفلايت أنه critical Reynolds number أنه خمسة عشرة قوة خمسة إذن هذا القيمة أقل من أيش؟ أقل من critical Reynolds number thus we have laminar flow over the entire plate الفلاو عندنا حاليا هو laminar أدام laminar سيكون average friction coefficient نأخذ منه العلاقة الموجودة عندنا هنا بدلالة Reynolds number عند L يعطينا قيمتنا noting that the pressure drag is zero and thus CD and CF are equal for a flat plate دائما بنسبة flat plate يكون عندنا CD والCF متساوي drag force acting on the plate per unit length per unit width اللي هي قلنا عرض هذه البلايت حيكون left D equal CF CF حسبناها الاس حيث تساوي ايش تساوي 5 في 1 متر اللي هو ايش الخمسة هذا الطول تبعها والواحد متر قلنا أننا سنعتبر أنه L هذه تساوي 1 متر إذن 5 في 1 تساوي كم؟ تساوي خمسة متر سكوير الفلاوز T عندنا موجودة هنا الرو طلعناها من table إذن drag force تساوي مية واحد ثماني نيوتن مادام كمان الفلاو قلنا أنه laminar النيسلت نمبر is determined using the laminar flow relation for a flat plate النيسلت يساوي كم؟ يساوي هذه العلاقة موجودة عندنا الرينول حسبناه البرانتل طلعناها من الجدول إذن هذه هي قيمة النيسلت نمبر النيسلت نمبر نطلع منه هنطلع منه ال H العلاقة الموجودة عندنا هنا ال H ال K thermal conductivity طلعناها من طلعناها من table وال L طول الطول اللي 5 متر طلعنا ال heat transfer coefficient إذن صار ممكن نطلع rate of heat transfer ال As كانت عندنا من شوية خمسة قلنا في واحد T infinity طبع OIL 60 TS طبع surface 20 و H طبعناها هنا إذن ال Q تساوي 11 1040 واتس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن